اشتركوا في القناة عن اعراض مقومة الانسولين والاسباب بتاعتها والحلقة اللي بعدها عن علاج مقومة الانسولين فحلقتنا هتكون صغيرة حوالي 3 الى 4 دقائق فقط فانزل تحت واشترك بالقناة وفعل الجرس عشان يصل لك اشعار بالحلقات القادمة هو ليه مريد السكر في الدول الاوروبية بيسيطر على مرض السكر افضل مننا لانهم برة بيهتموا بتوعية وثقافة مريد السكر لانه لما يفهم طبيعة المرض اللي عنده هيشارك في الخطة العلاجية مع الطبيب ومقصدش ان يعطي لنفسه الادوية من تلقاء نفسه ولكن اقصد انه هيبقى فاهم مثلا ليه المفروض ما اكلش اكتر من الكمية سفلانية من السكر ليه الرياضة مهمة في تنزيل السكر ومعالجة مقومة الانسولين فلما يبقى فاهم يعرف يسيطر على المرض اللي عنده فده هيكون هدف القناة في الفترة اللي جاية اني احاول افهمك طبيعة كل مرض عشان تكون شريك اساسي في الخطة العلاجية تعالوا نبدأ حلقتنا ببساطة الشخص الطبيعي لما بياكل والاكل ينزل المعدة ويبتدي يحصل ليه امتصاص فالسكر يمتص ويبدأ يعلى في الدم في عندنا عضو بقى في الجسم اسمه البانكرياز بيستشعر ارتفاع السكر اللي في الدم فالبانكرياز يكلم الخلايا اللي جواه ويقول لها في سكر مرتفع طلعيلي انسولين وحنفترض انه هيكون الانسولين على شكل المفتاح ده يقوم يعمل ايه الانسولين ده يروح لخلايا الجسم ويرتبط بحاجة اسمها مستقبلات الانسولين فلما يرتبط بيها يفتح افل الخلية فالخلية تسمح بدخول السكر فالسكر المرتفع في الدم يبدأ ينخفض ويدخل الخلية عشان الخلية تاخد الطاقة والغذاء بتاحها طيب لو خلاص الخلية دي شبعت ولسه فيه سكر يروح السكر ده يتخزن في الكبد والعضلات ولو لسه فيه ممكن يتحول لدهون لحد هنا الامور شبه طبيعية لكن ايه رايك بقى لو الشخص الطبيعي ده مش مبطل اكل سكر ايه اللي هيحصل هتبدأ الدهون دي تزيد وتتراقم في الخلايا وتروح لمستقبلات الانسولين تكتم على نفسها فلما تيجي تاكل سكر تاني فالانسولين يطلع من البنكرياز عشان يتوجه للمستقبلات فالمفتاح اللي هو الانسولين يروح يرتبط بالمستقبلات عشان يفتح الخلية ويسمح بدخول السكر المرتفع في الدم فيلاقي المستقبلات مش قادرة تستقبله ليه نتيجة الدهون المترقمة عليها فالخلية ما تفتحش وما تسمحش بدخول السكر فالسكر يفضل مرتفع في الدم فالبنكرياز يقول هو في ايه ده في حاجة غلط السكر منزلش ليه يروح يقول للخلايا اللي جواه طلعي لي انسولين تاني وتالت فالانسولين يرتفع في الدم بس لسه مش عارف يرتبط بالمستقبلات وفي نفس الوقت السكر مرتفع في الدم ومش عارف برضه يدخل الخلية فالسكر المرتفع في الدم مع انسولين مرتفع في الدم هو ده اللي بنسميه مقاومة الانسولين الحلقة اللي جاية بقى هنعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي الى مقاومة الانسولين وايه الاعراض اللي هتظهر علينا لو بنعاني من مقاومة الانسولين لو الحلقة عجبتك شارك الحلقة وانشر الوعي وفهم كل مريض سكر طبيعة مرضه واشترك بالقناة عشان تشوف جميع حلقاتنا التوعوية لجميع الامراض كان معكم الصيدالي حازم مونير بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته